أحد السلف يقول يقول أنه قال كلمة وندم على هذا كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة قال الناس بحاجة إلى المطر كيف يقول هذه الكلمة كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين صح؟ وهذا كثير عندنا يدخل بعض الناس على المريض مريض في المستشفى تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد ويدخل على إيش يقول والمسكين يعني هذا أرحم به من الله وما تستاهل ما تستاهل يعني معترض على القضاء القدر كأنه يقول له أيضا أنت اعترض على القضاء القدر وما بلد حيلة وإيش أصنع لك والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا لسنعت إيش أسوي أنت عارف الحكومة وعارف كذا وليش تعلق بالحكومة وليش تعلق بله أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد يتقل على مريض مبتلأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس تهور إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما رحمه الله هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يذكر بالله من يرد الله به خيرا يصب منه هذا السلفي تسمع الكلام تقول لا ما يمكن تقول مسكين وما يمكن تقول ما يستاهل وما باليد حيلة وقطعت قلبي والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزير الوقاف يا حبيبي مش علاقتك أنتم من حسن الإسلام المرء تركه ما لعنيه ليس لك علاقة المهم يا أخواننا لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول ترجمة نانسي قنقر